صفيحة السمنة زي ما بعد تلك ان نعمل فيها هاجات كتير النهاردة عملنا فيها رول لبيتزا بشكل جديد و جميل وفرنا في الصانية و بدان الصانية بما ان بقى الزي دهم غيالي علينا وعملنا فيها رول البتزا وبما ان الجو ساقع فاشنا كمان وفرنا غسيل الصانية في الصفيفة وبعد كده هنرميه تعالوا بقى نقول باسمه محمد الرحيم ونصلي على رسولنا الكريم ونشوف عملنا البتزا بتاعتنا الجميلة دي ازاي انا جبت كطعة من خميرة البيرة وديت لها معلقة سكر كبيرة وربع كباية من المياه الضفية وقلبتها لو ما عندكيش خميرة بيرة هاتي معلقة كبيرة خميرة فوري واتحطيها مع الديع عادي جدا مفيش اي مشكلة بعد كده نزلت بتلت كبايات من الديع ومعاها من نص معلقة صغيرة من الملح ومعلقة خل وعلبة من الزبادي وقلبت الزبادي مع معلقة الخل دي هيخلوا العجينة بتاعتك عاملة زي الملبن هتبقى احلى بيتزا عملتيها ان شاء الله الزبادي مع الخل بيخلوا العجينة جميلة جدا بعد كده بقى نزلت بالمياه الدافية معايا شوية شوية على حسب الديع ما هياخد معايا هعجينها في اللابولة وبعد كده هاخدها على المفرش وافضل اديها بقى بوكسات كده الحد ما العجينة تبقى معايا عاملة زي الملبن بالزبط نجاح العجينة ياولاد بيبقى في عجناه اي عجينة بتعمليها في طريق عجناه والخدمة اللي بتخديمها لها وده اللي بيفرق معاك من عجينة للتاني يعني ممكن عجينة تكلفيها وفي الاخر ما تطلعش معاك مزبوط وممكن عجينة تبقى مية ودقيق بس وتطلع معاك احلى مخبوزات بس ده بيتوقف على تكنيك العجينة نفسها وبعدين لنسيت اقول لكم ان انا حطيت معايا 3 معالق زيت في العجينة قبل مع عجينة وبعد ما عجنت العجينة زي ما انتوا شايفين عاملة زي الملبن معنا ازاي هركنها بقى ترتاحك كده 10 دقايق ولا حاجة قبل مفردها العجينة كده ارتحت معنا هاخدها بقى قسم وعايز اقول لكم على تكنيك حلو جدا جربتوا كذا مرة في التخمير العجين ممكن تاخذي العجينة وتحطيها في الفرن بتاع البوتجاز وتحطي معايا حلة فيها شوية مياه دفين او مياه سخنة السخنية اللي في الفرن هتخمر العجينة وتخلي العجينة بتاعتك متخمره في منتقى الجميع وطبعا الفرن مطفي خاصة ان احنا في الشتاء والجو بارد جدا بعد كده هاخد العجينة بتاعتي وقسمها 3 كطع وهفردها لو عندك بقى اي حاجة فضلة من الفطار ممكن نحشيع في البيت زي بتاعتنا انا كان عندي حتتين لانشون وحتتين زاتون وكمان قطعت معاهم قرني فلفل حامي كده لان احنا بنحب الفلفل الحامي او ممكن فلفل رومي زي ما انت عايزة بقى جبت كطعتين لانشون وجبت كم واحدة زاتون كده وحطيتهم معا والصالصة اللي انا دهنها بيها دي دي صالصة عادية جدا كمان مش صالصة البيتزا كانت صالصة موجودة عندي رحتي دهنة بيها بس قلت عشان تطعم قلبي العجينة بعد كده رحتي لفيت العجينة رول زي ما انت شايفة كده انا القطعة الاولانية دي لفتها بس للاسف ما تصورتش لكن فردت معاكم الكطعتين التانية فردت رولين التانية ادينا فردنا واحدة هين ونفرد بقى التانية بنفس النظام كده طبعا لو عندك بقى جبن ولو عندك اي حاجة عايزة تحشيها في البيتزا بتاعتك او في رول البيتزا يحشيها بقى زي ما انت عايزة مفيش اي مشكلة انا مكنش عندي جبن ولا حاجة فحشيتها زي ما قلت لك ما عنديش اللهم كطعتين اللانشون دول وشوية الزتون بس بقى رحت فرد عليها شوية الصلصة الصلصة طبعا بالطعم العجينة معنا جامد ورحت حطيت عليها اللانشون ورحت حطيت عليها الفلفل الحامي وزي ما انتوا شايفين انا كل شوية بقرب لكم العجينة من الكاميرا عشان تشوفوا العجينة جميلة قد ايه العجينة بجد عاملة زي الملبن بالزبط الزباجي مع معلقة الخل بيخلوا عجينة البيتزا تحفة بعد كده بقى جبت علبة السمنة ودي كان فيها سمنة وكنت لسا مفضية فهي مكانها سمنة يعني كده كده مدهونة رحت جايبة حطى فيها رولات البيتزا بتاعتنا فوق بعجين حطيت التلاتة فوق بعجين وهي لما تتخبز هيمسكوا ببعض عادي خالص ما تلاقيش يعني مش تبقى كل واحدة الواحدة هي دلوقتي احنا نسيبها تخمر في صفحة السمنة زي ما هي كده هتخمر وهنيغبزها وهتلاقيها مسكت في بعضها كأنها رول واحد بالزبط هي على ما تخمر هتكون بقت قطعة واحدة سبناها بقى سبناها قد ايه سبناها يجي ساعة ساعة لربع كده عشان تخمر عشان زي ما انتو عارفين الجو برد صفحة السمنة دي بقى لازم يحط تحتها صانية ألمونيوم عشان توزع الحرارة لان الصفحة لو حطيتها لوحدها ممكن تتلسع من الفرن وتحرق المخبوزات بتحتي لان طبعا الصفحة رقيقة من تحت فلازم يحطها في صانية ألمونيوم اوعي تنسي موضوع الصانية الألمونيوم ده حطيتها بقى الراف الوسطاني على درجة حرارة 180 زي ما بتغبز الكيك بالزق ومتعليش عليها درجة الحرارة لان الكيكاية عالية لا مش الكيكاية اللهم صلى على النبي بسم الله ما شاء الله لك وطأ إلا بالله الرولي اللي معين الرولي اللي معين عالي عقلي في الكيكاية والله انا كنت حطة معا كيكا برضو في الفرن بسويها معا قلت بدل ما شغل الفرن كل حاجة لوحدها استغلت الوقت وروحت مدخلة الاتنين في الفرن مرة واحدة لان زي ما انتو عارفين الغاز غالي دلوقتي فحرام ان احنا نشغل فرن على حاجة بسيطة زي كده يعني ممكن تعمليها في اي وقت تكوني هتعملي حاجة في الفرن بالمرة يعني هتعملي فيه سنية كيكا هتعملي فيه سنية بطاطس هتعملي فيه سنية مكارون اي حاجة تدخليها الفرن في الوقت ده تروحي عامل الرول ده وتروحي مدخلها معي يعني حاولي تعملي كذا حاجة مرة واحدة وتدخليها الفرن عشان ما تشغلش الفرن كل حاجة الوحدة عشان ما تستهلكيش غاز كتير احنا دلوقتي طبعا في زمن التوفير توفير في كل حاجة طبعا ودي بتفرق معنا في الاخر ما تستهونش بالحاجات البسيطة دي لا الحاجات البسيطة دي ممكن في الاخر توفر معاك كتير يعني بدل ما تشغلي الفرن على حاجة بسيطة لا ممكن تشوفي كذا حاجة وتعمليهم تدخليهم في الفرن مرة واحدة بس تخلي بالك طبعا لو حاجة فيها تسبيكات وحاجات ما ينفعش تدخليها مع كيكة لان الكيكة في الوقت ده هتكرف منا لكن لو دخلت رول زي ده مع صنية بطاطس مع اي فراخ مع اي حاجة طبعا مش هتكرف لان طبعا هيبقى الاكل كده حادق مع بعض المهم بقى طلعنا الرول بتاعنا زي ما انتو شايفين كده وقطعناه وزي ما انت شايفها شكله طحفة يعني لو اديتيه لابنك ولا لابنشك هيعجبهم جدا يبقوا فرحانين به قوي وكمان العجينة طرية العجينة دي طحفة عجينة الزبادي مع الخل بيخل العجينة قطنية وطرية جدا بجد طعمها طحفة المهم بقى ان شاء الله تجربي الوصفة ولو عجبتك ان شاء الله ما تنسيش تدخلي قناتي تعمليلي لايك وتعمليلي اشتراك وبالهنة والشفى صباحكم فلح